بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات من الصف الثالث لإعدادي وحتى الصف الثالث الثاني وعلى قناة المسلس عزة لشوخ تفسير قعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة أما بالنسبة لضربة الصف الأول الإتداعي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي إتداعي عند إعدادي مع مسانا السمان إن شاء الله نهاردة شباب لقاءنا مع طالب تدريبات الصف الثالث الإعدادي مستمرين مع كتاب جيمنا عم 2029 الوحدة السادسة إن شاء الله نشتغل على التدريبات الجاية على الدرس 3 و 4 وبدأتنا إن شاء الله على صفحة 344 بسم الله وبركات الله عن العنوان قدامك ممارسة إباء وكابلكس السيز تدريبات المفردات بنأكد على تذكر تدريبات المفهم تحليل تقييم كرية إبداع والسؤال الأولاني القطعة التي فيها فراغات وبنكملها من القائمة القدامك بسم الله يقول لك فيها الترجمة بتاعته اقرأ وكمل النص القدامك ده من القائمة الكلمات اللي جاية هنكمل بها دوب بمعنى يفعل يصنع أو يجعل معناها أفضل وتتفضيل من الصفة جود بمعنى جيد التركيز الشديد جدا لإزة على بركة الله نبدأ القطعة بقولك فيها مهم جدا نحن نحسن الصحة الزهنية للطلبة أو نطور ماشي سيدي أنا هتعمل ده ازاي؟ طريقة كزا ان انت تعمل ده وانت تعمل ده يبا هو عايز يفضل الطريقة اللي هو بيعملها أو بيذكرها ده هي على كل الطرق يبنوا لي الأفضل يبا ونحط عليها رقم واحد ونكمل بها الفراغ الأولى الماشي بتعمل ايه دي؟ ده بتساعدهم على ان هما يسترخوا لو حسس بنوع من التوتر وي القلب ماشي من خلال الرياضة والدينة دي بيقدر يمارسوا حاجة اسمها هو قولنا التركيز الشديد جدا للزهن ماشي؟ طيب وبعدين نكمل يا سيدي بتعلم ازاي اتنفس ببطء شديد ويفكر بطريقة ايه مواصفاتها هذه الطريقة للتفكير للحاضر انها تكون يعني فيها عمق شديد طيب ماشي بنكمل ونقول ده بيساعد ان هما يشعروا بانهم افضل يعني شعوروا بنفسه بيبقى افضل حاجة ثاني وهيؤدي اداء افضل في عامل المدرسة بناخد لها كلمة دوم بمعنى يقوم بهداء او بفعل شيء معين كده شبابه بيكون التدريب بتاع في الان خلصنا اللي حنا بنكمل بالفرغة نروح للتدريب الثاني والمرة دي هنشتغل على بيقول لك في اول واحدة بسمحين انك انت تعمل كذا ايه يا عم ده استؤال له ان انت تسمح بي انك انت بتكون عائز تريد شخص ما او شيء ما يكون جزء من شيء يبقى ده معنى انت بتضمن بتخلي الشيء ده يشتمل على هذا الشيء انا عايز كلمة بايئة يتضمن كذا ويشتمل على كذا نقولها لا 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 بمعنى انك لود بمعنى ستضمن على كذا او يشتمل على كذا اتنين بتقولتو لكيلي معناها لحسن الحظ عكسها ايه عشان نجيب عكسها اضيف البرفكسي اضيف السابقة ايه ان ولا ان ولا دس ولا ار لكيلي معناها لحسن الحظ عكسها ان بمعنى لسوء الحظ ايه تلاتة بتقولك كل واحدة بقى عنده الفرصة ان كمل على البوست اللي انت نزلتو يبقى الناس تقدر تعمليه كومنت يعلق ولا ساكبورت يؤيد ويساند سجيست يقترح بمعنى يضمن او يشتمل على كذا لا الناس تقدر تعلق على البوست يبقى كومنت ايجابتنا في جميع رقم ثلاثة عربعة بتقول اه واجاب لي فرق كذا وعبارها عن شيء ما قيلة او فعلة حاجة تقالت او تعاملت عشان تخليك تتحك فرقم بلا سبيل المسال قصة مضحك طب دايبا نقول عليه شلال ولا نكتة ولا عقل ولا ثقافة احنا قلنا ان النكتة هي اما انها تتقال او حاجة حد نعملها فتخليك تتحك خمسة عشان نغير الصفة كلمة معناها حقيقية او واقعية عشان نخليها فعل بنحط لها نحط لها اللاحقة ايه بنحط لها اللاحقة عشان تبقى بمعنى يدرك بدل ما كانت حقيقي بقيت يدرك لا 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 طبعا نوح لي الجملة السادسة بقولك او جاء فراغ كزا وعبارة عن مكان حيث تسقط فيه المياه من صخرة عالية فيه تلال او في الجبال دي نقول عليه ايه رسالة اللي هي المدونة ولا شلال شلال هو ده اللي المياه فيه بتنحدر او بتنزل من مكان عالي جدا فيه اما في الجبال او في المناطق اللي فيها سقوط القمنا سابعنا حرجنا لك شاشة شتبه the rules of the game قوانين اللعب are quite simple بسيطة طيب simple هنا هو similar in meaning but to a simple يعني بسيط ايه اللي يسويها في دول hard صلب صعب قاسي ولا easy سه ولا complex مؤقت ولا difficult صعب easy بتساوي simple تمانية do you know any funny jokes تعرف اي نكت حلوة كده مضحكة جميلة the ant انا ما عايز عكس كلمة funny funny معناها لطيف جميل حلوة اتضحك عايز عكسها تبقى ايه dangerous خطيرة ولا serious جادة يعني بيهرجش ما بيعرفش يضحك ولا اللافة ولا اللافة والمعناها يمكن انضحك علينا حاجة تخليك تضحك برضو ولا هابي سعيد funny عكسها serious فاني معناها بيهرج يضحك عكسها ان الواحد تكون جد بقى ما دهوش في الهزار اسعة important to take care of your body مهم جدا الواحد يعتني بجسمه and ايه بقى health اه بانت تعتني بيه الجسم اللي هي اسمها الصحة البدنية محتاج ايه بقى معاها public اصلك عام محلي خاص منتل زهني او عقلي مهم جدا انك انت تهتم بصحتك البدنية يعني جسمك بازنها يكون سليم وكمان المنتقى الهاز اللي الصحة العقلية زهنك ايضا يكون سليم عشرة بدأ فراغ means it is good كذا اللي هنكتبه هنا معناها انه من الجيد that particular thing happened ان حاجة معينة او عددها حصل اللي هي ايه لحصن الحصن 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 الحمد لله لحاجة كويس حصل recently معناها حديثا او مؤخرا deeply معناها بعمر بل معناها بطريقة سية 11 the review المقالة النقدية of the book has nothing المقالة النقدية اتعاملت للكتاب ما كانش فيها ايه to say about it انها تقول عنه يعني it sounds great اه يبقى ما كانش فيها نواحي سلبية يبقى نقول good جيد positive ايجابي awesome رائع ولا negative سلبي هي دي يبقى المقالة النقدية اتعاملت عن الكتاب ما كانش فيها حاجة سلبية ناحية نحرك الشاشة ونروح لي باقي التدريب ولسه قاعدين مع المكابلري والعنوان اقدامت time to practice وقت الممارسة برضو التقليدي ان احنا قدامنا قطعة عايزين نكملها بكلمة من الكلمات المتحكة كلمات have ماشي وهات هنترجمهم حسب الله يا شباب لانه لهم اكتر من نحن ان واحد يهرك يقول نكت يعني funny معناها مسلي حاجة برضو فيها دعابة وفكها learn يتعلم وrealized ونبدأ بسمعهم القطعة when i was young لما كنت صغير ماشي هسيدي i like it ايه بقى i thought i was funny اه اللي بقى كان بيحب ايه بقى لانه كان شايف نفسه عايل دم وخفيف ان لو اللي شايف دم وخفيف ده بحب حاجة اسمها جوكينج جوكينج ان هو يقول ان هو واحد يقول لك نكت وهيهرج والدنيا دي طيب بيجي حد يقول للمسة طب ما ليه ما اخدناش funny اقول لك i like it funny انا حبيت funny احبيت ايه لا احبيت التهريج والنكت نكمل ايه دين لو جايب لي فراغ انا مهنة طبعا في نافذ الجملة that i did on kind things اه ما كان شي يدرك انه بيعمل حاجات وحشة ليه لانه الواحد لما بيحاول يهرج زيادة على اللازم يمكن يؤذي الاخرين ويقول لك مثالة one day my friend had a haircut في يوم الايام بيحكي موقف هو تصرف تصرف علاق يقول في يوم الايام الايام كان واحد من زمالي اه اصص شعره بطريقة معينة i gave him a كزا name and all our friends love اه اطلق عليه اسم ايه وخلى كل اللي يحكوا عليه funny name كلمة funny معناها مضحك اه اه يبقى هنا بقى اقدر اقول funny اطلق على زميله ده بسبب دصة دي الشعر لدصة دي اسم اللي يحكوا عليه فبيجيت حاجة مش كويسة الواد زعل مواجفين didn't come to school for a week الواد مجاش المدرسة بسبب الحكاية دي اسبوع اللي كان اصص شعره طب كده ايه اللي حصل اي كزا تو تيل ماي بورتس طبعا كان لازم يقول لي والي دي تحتم علي ان يقول دي الجملة في الماضي ايبا هاد ايبا اي هاد تو تيل ماي بورتس قال لها دي ان ذي توال لي نو تودو دي ساجين وقال له او هتعمل كده تانيه لبا انت التهريق ان انت شايف دمك نفسك عائل دمك خفيف كده وحلو قوي مش هتنفع ديما يا شباب لان هيك انت تتعمل حاجة زمائلك انت طبعا انت بتحاول بتستخف دمك عن طريقة ان انت تهرد على الاخرين. مش هيسبوك. هيزعلوا منك و هتبقى النقطة مش كويسة. طيب التدريب التاني خلاص نختار اجابة بقى من هنا. بسمحين بقول لها. فيها ان انت تعمل كذا. ان انت تتبقى افضل من زي قبل. انت كده بيحصل معك ايه? بتتنفس هوب يتمنى او يعمل يتحسن. انت دوس يقدم انت كده بقى بتتحسن. ويجابتنا فيكم رقم واحد. اتنين هل انت قررت انك تكمل كلمة معناها يستمر فيه? انك انت تستمر في الدراسة بتاعتك? عايزين عكس عكس يستمر ايه? يبدأ? ولا يستمر? ولا يتوقف? ولا بمعنى برضو بمعنى يستمر في شيء. يستمر عكسها يتوقف. تلاتة بعدها في الفرق. كزا معناها ان تكون لديك القدرة على الاسترخاء. عن طريق التفكير اللي فيه دوء. فيما يخص يعني ما تشعر به. وما يحيط بك في اللحظة دي. يبقى انت كده بتعمل حاجة اسم ايه? بتعمل حاجة اسمها تعريف. ولا بتعمل حاجة اسمها التركيز الزيني الشريد. ولا بتعمل سعادة ولا تنفس انت كده بتعمل حاجة اسمها ميندفوننس. ميندفوننس مقصود بها التركيز الزيني الشريد. اربعة بداف فراغ. ازا سنة نمكزة هي عبارة عن معنى مرادف لكلمة هابنس. هابنس يعني سعادة. ايه اللي سويها? الحزن? ولا السعادة? ولا الندم? ولا كلمة تشهد معلها مبادرة. كلمة هابنس تساوي كلمات. حرك الشاشة عشان نخلق منه رقم خمسة عنواننا. وبيقول فيها انك تتعمل كزا كزا هيعبار لك انت بتكتب او تتكلم عن شيء ما او شخص شخص ما. شيء ما شخص ما. خصوصا لما بتديش معلومات كتيرة. يعني كل الحكاية انك انت بتذكر هذا الشيء او تذكر هذا الاسم. يقول يقدم. لا يقدم ده معنى انت بتقول ده فلان وتبدأ انجازات وكزا وبيشتغل. ايه بان تدي معلومات كتيرة. يعني دون تقول الاسم. تقول دكتور فلان. تقول مثلا ميستر يوسي وخلاص وتعدني. ما تقوليش ان ميستر يوسي ده اه ميستر فيه ولا شغل فيه ولا حاجة. دي اسمها منشان يذكر. اسمين اللي معناها يشم وعندي بمعنى يتزوق وتيجي برضو بمعنى ذوق حاجات كتيرة. ستة. معناها يحدد شيء يعرفه يديره تعريف يعني. ده 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 فعل. انا عايز اجيب لها اخليها اسم. نحط لها اللاحقة ايه? نحط لها اللاحقة عشان تبقى بمعنى تعريف. لما انت بجيب كده حاجة وتعرفها ده اسمه لما انتي لقى? بردو لا. سبعة. لازم تحسن مهارة الكتابة. عايز عايز اكس كلمة يحسن. ايه? معناها يعزز. برضو معناها يحسن. بتدي نفس المعنى. يطور. بتدي نفس المعنى. معناها يقصي. يقصي معناها تبات حد. بعد كده عندي بمعنى يجعل الشيء اسوأ. هي ني? يجعل الشيء اسوأ هي عكس كلمة بمعنى يحسن. لان التحسين انت بتخلي الحاجات كويسة. نروح لنجوم لرقم تمانية وانا حركت الشاشة لو اخدت بالك عشان نرقب الصفحة يزهر. لو حاجة حصلت وجاء فراغ. لو حاجة حصلت كزا بتبقى دوب لسه اللي حصلانة من وقت بسيط. بطريقة مذهشة او مذهلة. مؤخرا او حديثا هي اجابتنا. بتسعة انك انت تستمر في اداء شيء ما او فعل شيء ما بطريقة منتظمة عشان تكون قادرة انك انت تعمله بطريقة افضل. كده انت بتعمل ايه? كده انت بتعمل حاجة اسمها معناها يمارس. تنفس بمعنى نقطة. احنا خلاص خلنا الفعل. عشرة الناس لازم تمشي على ترافيك رولز. طيب انا بقول لك كده the synonym of certain. مرغم ان كلمة certain مش موجودة في الجملة الاولانية. بس ماشي يا سيديو. طبعا دي خطأ طباعة اكيد تنسيت الكلمة. المهم كلمة certain بمعنى محدد او يعني حاجة محددة يعني. وتيجي بردو لو دخلناها في مجال التأكيد وعدم التأكيد certain معناها ولكن كانو بقول لك اي ام شهور انا متأكدها. طيب. بس هنا certain جاء بمعنى شيء محدد. طيب بمعنى غير محدد او غير واضح. ولا particular شيء محدد او على ويه الخصوص. ولا uncertain. certain معناها متأكد. uncertain عكسها ما تنفعش. كارز بمعنى مهمن. طيب certain هنا بتسوي كلمة particular برغم انها مش موجودة في الجملة. وطبعا دي نقطة كانت ما كانش هو فتاح سريعي. انا يتحتم علي ان انا راجع. طيب. انت بتراجع ليه عم متحان الرياضة. يبقى ماشي? انا بلاجع من اجل كزا او علشان كزا. طيب. ماشي. ونروح للتدريب اللي جاي بعده. ده تدريب اللي جاي مع الواحدة ستة. والتدريب بتاع بدايته موجود على صفحة تربو مات سعر بي. صحي بقول لك مبارسة اذا لا يجبش استاذيبات اللايجوج. لا يجبش هنا معنى. والعادي بتاعنا ان احنا اول تدريب بيكون في شكل قطعة فيها فراغات ونكمل فيها. طيب نبدأ عرب الكلاب صحي بالقطعة. اقول لك فيها كلمات معناها لم يكن يستطيع دي في الماضي. كانت عكسها في الحاضر. يعني مزهل. مش محتاجة ترجمة. جيوب يعني مجموعة ووترفول يعني شلال. ونبدأ عرب الكلاب صحي محيب. احنا رحنا في نزهة على مركب. مركب صغيرة. طيب حلو. في البداية الحمد لله. كذا الدنيا كانت زي الفول يبقى كانت خلاص الرحلة كانت حلوة وماشيين تمام التمام. والمية جميلة والمركب شغالة والدنيا بيسي. طيب. ايه اللي حصل بعد كده? كانوا لابسين سترات النجاة بتاعت المية. مش مسافة كبيرة جدا في المية. تمام? شافوا ايه? هم بقى مشوا مسافة بقى في المية. ايه اللي جاب لك في المية? اللي جاب لهم غوترفول. شلال. طيب ماشي كويس. دد لي ان هم اه شافوا شلال. انهما كانوا حريصين جدا. لما جربنا منه. لان الورقات ده الله. المية شدتهم. يوقع. ده. انجين هنا هو الموتور بتاعي بتاع القارب. الموتور وجف. اه قربت بقى كده. ويترات وستار تتحول ان هم يعيدوا تجريه يخلوه اشتغل. يعني عم الله يهديك يشتغل. الموتور بتاع الملكة. بس ايه لسه. بطوي كذا. اه حاولوا يشغلوه. لكن للأسف ما جدروش. تمام? يبقى ناخد كودنت. ام بمعنى عدم الفضاء وعدم الصلاة في الماضي. ما جدروش. لم يستطيع. ماشي. ماي فادر تليفون فور هيلب. ابوه اتصل ليطلب النجدة. الحاجون يا ناس. سو دي سنت اباتو هيلباس. بعتولهم اي انقذهم. ناس في المية ركبين مركب. اللي يجي انقذهم. تيجي تنقذهم طيارة. هليكوبتر. ودي اجابة ايه? الفرارة رقم اربعة. ماشي. نروح لي الجزء اللي بعده. طالما ان احنا شغلين على الجرامور يبقى انت بتكتب للتدريب اللي قدامه. العادي التدريب بيكون فيه اخطاء تتصلحها. ويبقى كتبها لك هو بين قوسين عشان تتعدل على الشغل اللي قدامه. العنوان بساملو كيفي? هنكمل الجمل سنتكمل به الشكل المناسب للكلمات المبين اقواص. طبعا للكلمات المبين اقواص لو بسيتها هتلاقي كلها داخل في فكرة العفعال والقاعدة بتاعتها. طيب ايه الجملة الاولى بسامحين يقول لك فيها اي انا عمل ايه الجملة اللي هي هدية تعتم لها. هذا العام. يبقى هو كده ما يجدرش يلاقي او لم يكن قاد على ان يلاقي هدية المنطقة. بنقول له ماشي عشان هو بيكلم مع نفسه بنقول له ماشي? ولازم له مهمة جدا لاندي تركيب على بعض عشر. انا حركت فوق شوية عشان تبقى بعيد عن الكتابة اللي قدها. ماشي نروح لجملة التانية. المدرس ربنا عافينا كان حاسم تستعبان. طيب. طبعا هنا يا استاذة. كده هي بقى تحتم عليها انها تسيب الفاصل بدل شوية. الجملة هنا فيها اشوارة للماضي. شايف كلمة يبقى انت هفتو محتاج تخليها ضرورة في الماضي تباهاتو. بقى الاستاذة تحتم عليها انها تمشي من الفاصل بتاعها او من المدرسة بدل انها كانت تعبان. ماشي يسيب. جملة رقمتات اقول لك فيها جدي. اه جدتي ماشي. اه كمبيوتر. اه الله. هي جدة كانت تقدر تستغل كمبيوتر ولا لا? لا. يبقى نقول كود بدل مها مثبتة. خليها انت اعمل فيها. بنقول لي كودينت. ماشي? هتبقى النفي بتاع اه الجملة اللي قدام. اربعة بقول فيها اي كودينت. انا مانفحش يجو اراها هجران. يجو اراها فعل في المصدر. يبقى انت خلي دي رجعها المصدر هتبقى سبيك. اس بي اي اس بي اي اي كي. خلاص يبان هو كان بيقول لك لما كنا استطاع ان انا اتكلم انجليش اد اي جوفور اللي هو انجليزية في سن الرابع. طيب. سوري مام في خمسة. انا اعسف يا مام ها. عشان اعرف الزمن انا عايز نشوف انه هو اه ام اي بول تو ولا از 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 ازاي. هنا بقى كلمة تدل لك على ان الجملة دي فيها ماضي. ماشي مش بس ماضي. ده ماضي منفي. هنا بيقول اي اي يعني معناها اجيب معاها لو الجملة المثبتة. هنا الجملة فيها. يبقى وزنت اي بول تو. وزنت. ماشي. واده يبقى اي بول تو. ونروح ايه? نحط عليها على ما نكتبها. اهي. بقيت زارة قداما. ما كانش قادر يعمل كزا. طيب. ستة ولا فيها. يسر دي تدل عن ماضي. يبقى هو يقول اي وضع انا ما كانش في داعي ان انا يشتري زهور مبارح. مام هاز الريدي بوت مزيم. لانها ماما كانت اشتريت. خلاص? يبقى هو ما كانش محتاج يعمل ده في الماضي يبقى انت عايز عدم ضرور في الماضي. تمام? خلاص كده. وبعد كده نجيب مع ايه? ماشي? موجودة فاحنا هناخد بس. مش كده هو موجودة اه موجودة اه موجودة اه احنا نخليها طلعنا تفوق شوية عشان تبقى نحرك الشاشة عشان نخليكم رقم سبع ظاهر بطريقة افضل. طبعا ما بنكتب بتاخد الحكاية وقت شوية. كان في حرية في الفنت ماشي. ان هما رجال اطفاء. ان هما يطفوها اه بتكلمة عن الماضي انت يبقى ماشي بما انا كان قادر على. وموجود عندك ايه? قلت له خلاص كده. تماما يا بدأ افرها. حال انت تستفهم يا بدا سؤال. يبقى تقول له هو انت كنت تقدر يبقى نقول له ايه? ده ما هي يو كود خليها كود يو لان السؤال بيسبق فيه الكلمساعدة الفعل. ماشي وبعد كده. كود يو بلاي? انت كنت تقدر تعمل كزا? ماشي? وطبعا بيكمل اللي عندك السؤال موجود بقى ايه قدامه. تسعة بيقول لك فيها الدنيا كانت عاصفة جدا. ولذلك الطائرات بقى اه. الطائرات ما كانتش قادرة تغادر المطار. الجملة هنا اللي هي اشارة الماضي بها تكلمة ووز هي. يبقى نقول عشان كلمة ساوي زي. تمام كده? يبقى نقول ايه? تمام كده? يبقى الطائرات ما كانتش تمام? ايه موجودة اه موجودة بعد الفراغ. يبقى والجملة ما يشارع. انا حركش شوية بس عشان تشوف رقم الصفحة اللي احنا شغلنا عليها. عشرة. بس ما لو جاب الفراغ ماضي يبقى ما تنفعش. خليها انت ايه? خليها دي انت. شيء موجودة قدامنا هنا اخدها على طول. فرحة جملة احد عشر. ليه عم كمل يعني ماضي. تمام? بعض اقول له ليه? كان بيت حتى ما عليك انك انت تقوم بتاديبات البذنية وحس التاديبات البذنية. يبقى نقول له عشان تبقى ماضي. في اطنع عشر يا استردين برح. ايه اللي حصل? ايه اجيب لك هاف تو? خلاص ده هي خلص نفسها على كده. يبقى انت اتخليها هات تو. ماشي? ايه هات تو. تو موجودة لأ مش موجودة نكتبها. خلاص كده بها تو في الفراغ رقم اه اتناشر. اللي هتطلع لفوق شوية. عشان دي اني مساحة اقدر اكتب فيها على جملة تلتاشر. بقول في تلتاشر. كان تعبان هي كزا. طيب انا عايز اعرف ايه بول ان هنا هو زمانها ايه? زمانها ماضي بضي دي الواصل. يبقى نقول ووز ايبل تو بلاي. ماشي? يبقى نقول ووز. عشان تناسب الضمير اهي. وادي ايبل تو. كمام? ووز ايبل تو. والفعل بلاي موجود عندك بعد الفراغ. ووز ايبل تو. والفعل بلاي موجود بعد الفراغ. طيب في اربعتراشر. ما برادر بيدو? از اخو اخو بيدو ما قالو بقى? اه. عايز اقول لك ما كانش قادر يقرأ حتى وصل سن التاسعة. يبقى نقول وزنت ايبل تو لاني عدم قدرة في الماضي. تمام? ايبل تو. لم يكن قادر على القراءة الحد ما وصل سين. خليها تحت شوية شكرا شايفها بطريقة قابضة. تمام. واروح للصفحة اللي بعدها. وبرضو مستمرين مع تجيبات بتاعت الدرسة اربعة من الواحدة سب. يبدأ بقطعة وهكملها من القائمة المتاحة. الكلمات هي معناها بحرص شديد. كومنت لو استخدمتها كفعل بمعنى علق. لو استخدمتها كاسم ما تبقى كومنت معنى تعليق. وانت ايبل لم يكن قادر على. كود انت لم يكن يستطيع. معناها خبرة ورزلت معناها هنتي. ونبدأ رابعك لا بسرحيم. الواحد الصغير اخوه فجأة كده اقرر جالي انا مش رايح المدس. وكذا. ما يريدين يعرفه. يا دي اللي حصل يا. ماشي. ماشي. الواحد مرضيش يقول. يبقى ده معنا انهما لم يكونوا قادرين. ما يجدوش. لم يستطيع انهما يعرفوا اه 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 ايه المشكلة اللي معنا. طيب هناخد ايه? هناخد ولنت ايبل تو. ولديها ايه رقم واحد. في روح يجي حد يقول لي مستطبي ما اخدش كودينت او لك عشان تو شافتو. ما ينفعش اقول كودينت تو. لا غلط. لكن اقول والد ايه يقول تو. راي. يبقى الوالدين حاولوا يعرفوا ايه السبب يخلي لو تبطل. لكن مش راضي. لعب احجلوا لزمان. غير عامل الحكاية. دي سدة هاد ايه اه اه الواحد اتعرض لايه بقى كان سيئة. عرض لخبرة سيئة. ناخد كلمة بمعنى خبرة. ممكن حد من العيل دايجه. ايه حصل. كتب ايه وما كانش لطيف. يا اكيد كتب تعليق. يبقى كتب كومنج. يبقى حد من زماني للوقت كتب تعليق مش حل. ناشي على حاجة هو كان عملها. تمام كده? طيب. طيب. كلموا مع الاب وطلبوا منه هو يختار اصدقائه ايه? يختار اصدقائه بكارفو لي معناها حرص شديد او عناية شديدة او اهتمام شديد. يعني انت لما تيجي تختار اصدقائك اختارهم بحرص شديد وعناية شديدة. طيب نوح ليلتدي بالتاني هنا بقى نصلح الاخطاء الموجودة في الجمل. بس ما يقولك فيها والجمل لله صندهيهم الحد اللي عدوي كزا. كنت تنفع مع الماضي? لا. يبقى هات انت الماضي منها. يبقى كود انت سي او يو ال دي ان. واجب بقى ابوصف تي وتكمل الكتابة بتاعتك ها موجودة. ماشي? طيب. ساق اتنين. الطريقة نزحمة جدا. الله. طب ازاي وازاي هستو? خلاص هتهماضي بقى. يبقى نخليها تمام? تمام كده. يبقى الطريقة نزحمة وحنا تحتم علينا ان احنا نستاني. ماشا سيد. جاه فراغ يو كود سويم ويني وات تنت. ده سؤال يبقى نعملها. خد يو. نبدل بقى. ماشي? خد يو. خلاص كده. ويكمل معنا السؤال. ماشي سيد. اللي بعدها. ايوز انت ايبل رايد ابيت كده. اصلك اينا? اصلك تو وتجيب معها رايد. اهي. تو رايد. ار اي بي. ماشي? نحركها في اشرة عشان ان دي با شايفها. وراح حجم لنرقم خبسة هى كزا. هاستو كعمل نزوها العدة. ايبا هاستو ما تنفعش يخليها ماضي ضرورة في الماضي. تباها هاتو. تمام? تواطوعة موجودة فمش نيك تبعتها. ستة ما ما قالك لي انا كزا انه ما كانش جادر يمشي عان تلهي بقوز لحد ما كان سن وثلاث سنين يبقى انت عايز تقول اني انا ما كانش في قدرة في الماضي مع الضمير اه يبقى نقولها تمام كده? ماشي ما كانش عنده قدرة ان هو يمشي لحد ما وصل سنه تسعة سنة. طيب اجبب لها تمانية. اجبب لها سبعة. ايه تيرزا اجوا من تمان سنين عدد? تمان سنين عدد. ده موضوع واضح جدا هو. انا كنت اخضر ان انا اعزف البيانو ولكن انا اقدر اعزفه دلوقتي? لا. يبقى ما ينفعش. يبقى هو ما كانش يقدر. يبقى تقولها لم يكن يستطيع. تمام? يبقى تقول ايه? لم يكن يستطيع. تمام كده? اخدها في ايه شكل النافية اهي? تمام? ونحرك الشاشة بتاعتنا عشان نوسع مسافة للكتابة في اللي جاي. في جملة رقم تمانية ظهر معنا وايه? بيقول لك فيها المعلم لم يكن يستطع كذا او مجدرش كذا. وجاب لك اللي افعال النقص يا شباب ما يجيش وراها فعلا مصرف. يبقى انت هانا هو. فاون دي رجعها لمصدرها دي. اه اف اي ان دي. ماشي المدرس ما كانش قادر ان هو يجد ده بوكس يسر دي الكتب مبارح. يجبني في اشهر ماء. تنسى بقولك فيها ويجا بفراغ بكوزة وزهلو دي. اه انت كانت اجازة مبارح? طب ازاي اجازة? وازاي انت كنت محتاجة تصحى بادري. لا يا باشي. يبقى ان مبارح ما قدش محتاجة تصحى بادري. يبقى اقول ماشي? وتكمل بقى ايه? هاف تو. خلاص تو موجودة يبقى نقول خلاص? مبارح ما كانشي. تو موجودة بعد الفراغ. عشان انتو بص لو انها ما انحركها لك هانتش شايفها? يبقى خلاص هنخليها كده عشان تبقى شايفها كويسة. عشرة دي ادينت هاف ماني مبارح ما كانش معايا فلوس. هات موجودة فضلتو. اي هات تو. وهات بقى جول اللي هو اجابها لك. اي هات تو. كانت حتى معلنا روح لبنة. نحركش شوية بس عشان نشوف رقب من الصفحة لانك. كده كده جملة اطحة. نجمل في حزاشر دايق وقتر ما كانش فيه مبارح. ايه كزا. ايه كانت قطعة. بقى واحد يقدر ياخد ده. حمام بقى? لا بشي يقدر. يبقى نقول. نخليها ممفية. كمام كده? ماشي. وروح لجملة رقم اطناشر. كانت مريضة مرت خطير ربنا عافينا. ان هو يتصل بالطبيب. يبقى ده ماضي. يبقى نقول كانت حتى معلنا ان هو يتصل بالطبيب. تمام? وروح لجملة اللي بعدها عقم سنة خمسة ورجعين عدت. طب امتى? جابوها منين? هي كان اختراوها اساسا. يبقى الناس ما كانش تقدر. يبقى تخلي كود كود انت عشان بتبقى منفية. تمام? بديها النفي. ماشي? وتتكتب الجنة. اربعتاشر بقول لك محمود وجاء فرق. طيب انت بتقوله جميل. بفضلك بس توقي. يبقى نقول نكتبها تاني على بعضها. تمام كده? ماشي? وتبقى كده اللي جابت كتبها. خمسة عشر هي وجاء الفرق. كان ريت انجليش واللي قد ايجو في سن ثمان سنين يبقى ده ماضي. يبقى نقول ايه? ماشي? خلاص? اهي? طيب اللي جاي على الدرس تاتة واربعة من واحدة ستة ونبدأ بالجزء اولاني. يقول لك هنقرأ ونكمل بكلمة منين النص اللي جاء. الكلمات هي كده. معنى كان استطيع في الماضي. بريزة التنفس. بريزينج التنفس. كان قادرا انه عندي كلمة صاني بمعنى مش بس. ونبدأ بالقطع اللي هي هنكملها في فراغات يعني يسر دي ووز. ايه بقى كان كزا بيوصف ده معناه ان اليوم الحمد لله كان حل يبقى نقوله صاني ان دي هي رقم واحد. تمام? ماشي بيكمل ككتابة طلبوا ان نلعب معهم كان عندي نوع من القلق. ليه عمي? امتحن وكان الامتحان مش كويس لأسب ادى فيه اداء انسية. ايه اللي لها لقب الامتحان وما كانش كويسة? النتيجة النتيجة بتاعت الامتحان بتاعته ما كانش كويسة. الدرجات يعني. اصدقاء ونصحو ان هو يعمل ايه بها? كزا سلولي اه. يبقى تنفس ببطء لانه التنفس ببطء يديك فرصة انك انت تفكر بعمق وتهدى شوية. ده خلا يشعر به الهدوء شوية. بدأ يفهم ايه? مشاعره اي كزا ايه بقى ان هو يفكر بطريقة جيدة وكويسة. يبقى عندك اللي هنديها رقم اربعة. طيب يا مستر ليه ما اخدش كلمة كود? ما كود برضو معناها كان استطيع كزا في الماضي. علشان تودي. كود ما يفعش ايه وراها. طيب نحرك الشاشة هنروح القطع اللي جاية. هنقراها مع بعض بسوء انها قطع بسيطة. الحياة الحديثة ممكن تكون حياة متعبة. طيب. فهنكون من الصعب انك تلاقي وقت كده تخصص النفسك. لازم تخلي وقت النفسك عن طريقة. لو انت بقى حولت انك تسترخي ده بيديك حاجة مهمة جدا في انك تحافظ على صحيتك بطريقة جيدة. الصحة هنا هو صحة بدنية وصحة عقلية. لكن لو حسنا الحظة الحمد لله مطر مش مهمة التأديه مشغول. سهلة جدا انك انت تكون عندك وقت للاسترخاء. في عم نخلي نفسك خمس دقائق في اليوم لبقى الاسترخاء. بيديك بقى طرق الاسترخاء ممكن تكون ازاي. ده هي التدريبات انك انت بيقول لك طلع القلق من جواك كده. كلمة ده عبارة عن نفس انت خدته وبعاست طلعته. تمام وده بيكون من خلال تدريبات التنفس. ودي ابسط الطرق. دي كان اللي هي التدريبات دية. بتهدي الجسم والعقل. وقعد في مكان هالي وامن كده. او حتى على الارض في بيت. استنشق بقى. تنفس بقى بهدوء. يعني عند تلات كده كده بتعد من واحد لتلاتة بهدوء كده. واخد نفس كده. بعد كده يبقى شهيق وزفير لمدة كأنك بتعد على ايدك من واحد لتلاتة. بس بهدوء شوية. زي ما الحكاية دي خمس مرة. ودي الطريقة التانية اللي تخليك تعمل. اكتب افكارك. ده ممكن يخليك ايه بتهدأ برضو لما تبقى قلق. اخد كده كم ديات. اكتب فيها ملحوظات كده بسيطة. اكتب الافكار بتاعتك اه طلعها يعني ده بنوع من الاسترخاء. النص ده بتكلم عن طرق ايه? التنفس الاسترخاء النص ده شباب بتكلم عن طريقة ازاي ممكن تستمع? نروح لجملة اتنين. لكن اللي حسنا الحظ معنا هي اغلي بمعنى قبيح. بمعنى شيء محبب. ولا شيء ودود. ولا الحسنا الحظ هي هي. نروح لجملة تلاتة. القطعة دي زكرت كم طريقة خليك تركز تلاتين ولا تلاتة ولا اربعة ولا ما في شيء. لا هي زكرت طريقتين. اللي هي تدريبات التنفس وانك انت تكتب افكارك على برها. لمنح لي التدريبات اللي فيها كتابة. او اللي سيلة فيها كتابة على القطعة برضو. واول سؤال زي كتعادة على تدريبات التنفس. اه خمسة اولة فيها سامرائز. لخص طولة ممكن تخليك تستخدم. انا كتبها في جابة طولة اللي تحت دي. في طريقتين يساعدوك على الاسترخاء الشباب. اللي هما تدريبات التنفس وانك انت تكتب افكار. طيب والسؤال السادس. افضل طريقة لاسترخاء هي طبعا براحتك انت اه في الكتابة ابدأ. نروح لي الجزء اللي بعده وهنا بقى هنختار. بقول لك فيها انك انت تعمل ايه? انك انت بتاخد هوا الى داخل الجسم وتطلع. يبا كده يضمن? ولا يتنفس? ولا يتنفس? انت كده بتتنفس. التنفس انك انت تاخد. شهيق وزفين. ادنين. معناها مضحك او مسلي. عكسها ايه شباب? بنضيف السابقة ايه? عشان تخلي ديه في في صغة النفي. يا ترى انفاني ولا ديس فاني ولا ار ولا ام. فاني انفاني. حاجة مضحكة عكسها حاجة مش مضحكة. اه كلمة معناها زهن مليء بكزا يعني. طيب بنضيف لها اللي حقيقة عشان نخليها اسم. تبقى ميند فول نس. ميند فول نس. اللي هو التركيز الشديد لي عزه. اربعة بتقول. وات يوفيل ساتش از هابي ابسيت اتسترا اريور. ان انت بتشعر ازاي بسعيد غير سعيد? ده بنقول علي ايه? بنقول علي افكار ولا مشاعر ولا تعبيرات. ده كده انت سعيد حزين دي سمع يوشوت بي مور كيرفول. ايش جم تكون اكثر حرصا. زي السين انا ما عايز المراضف لكلمة كيرفول. كيرفول معناها حريس. طيب ان كوشوس معناها غير حريس او غير حذر. كوشوس معناها حذر. كيرلس مهمل كومفورتابل مريح. كيرفول تساوي كوشوس. كارفول معنا حريس تساوي كوشوس. ستة. امتا بقى ده ماضي? ان انت اه ضاع منك الباسبورت. يبقى يفهم بقول انت امتا فهمت ولا ادركت ولا ايه? يفهم. متى ادركت ان انت ضيعت الباسبورت بتاعك? نروح لي التدريب اللي جاي. وهنا بقى هنهدل الاخطاء اللي موجودة في الجمهة. العربية مش هو تشتغل. الجملة فيها ماضي. جاهز لي الكتابة. ونكتبنا هو. تمام? نكبرها بس شوية. عشان تبقى شايفها. ماشي روح لجملة اللي بعدها. عادل كود بلايت. احنا قلنا يا شباب. لو فعلنا قصة ما نجيش وراها فعل متصرق. ايه بقى تخلي بلاي في المصدر ما تضيفش عليها حاجة. تمام? ونرفعها الفو شوية عشان تبقى تدي معانا مساحة اللي جاية. في الجملة اللي بعدها. ايه بنتة فايد دل لك ايه? ايه? وتكتب جيت برضو. مو? ودي جيت اهي? ماشي روح لبعدها. ولك ايه شي كود ريد وين شي ثري. لا ايه بما اه كانت بتقدر تقرى وهي عندها اه تلات سنين. المهم عندي ان الفرد تبين او لازم يكون ماضي. لان جملة تدل على الماضي بنقول ايه? لما كان عمرها تلات سنين ايه كانت تقدر تقرى. ماشي روح للجملة الاخيرة. انا دورت على الساعة لساعات. لك لأي كزا بي ايه بانت طول ايه بقى منك ماضي. كان قادر ان هو يلاقيها بعد. تمام? نروح للموضوع الانشاء اللي جاي عشان يشوفه بتكلم عن ايه? مطلب منك انك انت بتكتب بتكتب فقرة من مية وعشرة كلمة. ايه الموضوع اللي تكتب عنه? اللي هو تركيز الشيء للزهن. ده قلنا ده التدريب اللي من خلاله انك انت بتسترخي بتقعد في مكان ما وبتتاخد نفس عميق وتبدأ تفكر والحاجات دي هي اللي بتديك ده. ده موجودة الحكاية في ايه الواحدة عندك ممكن تكتب الموضوع ده بسهولة جدا في شكل ايه? اه طريقة للتنفيذ وانك انت تشيل من على اه زهنك وجسمك اي نوع من القرى. طيب الموضوع اللي جاي ليه ولدنا في الازهر. اللي هو اللي كتب ستجمع عن ايه? اه ممكن تكون رحت رحلة وضعت في الوسك. ايه مثلا انت وقت في مكان ما او اي حاج. كده شبابكم انتهت تدريبات اللي جاي على درساته اربعة من الواحدة السادسة لكن تدريباتنا معك ان شاء الله. لم تنتهي بعد ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير. قال له من زي مصر السعزة. السلام ورقائكم ورقائكم.